وفي سيق التصعيد على قطاع غزة حضرت قوات الحوثي اليمنية جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل لفتة إلى أن تلك السفن ستكون هدفا مشروعا لهجماتها في البحر الأحمر ذكر المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع أنه تقرر منع مرور السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية من أي جنسية وذلك حال عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة